خلينا نحكي أخيراً على الموقف الدولي يعني شنو وفيختك ربما في صلابة الموقف الدولي الداعم والمصاحب للتجربة الديمقراطية التونسية هل سنرى في قادم الأيام ربما صلابة في هذا الموقف الدولي المساعد ربما للمعارضة في دفاعها عن الديمقراطية للأسف الشديد أنا أسبق ولمحت الهذاية في إجاباتي الخارج يهموا مصلحته هذا ما فيه نقاش يعني تعمل تجربتك تعمل انتقالك الديمقراطي حيث ما فيه هذا شعل متن التجارب الخارج والمنتظم الدولي مصلحته قبل كل شيء بعد تذكر في فترة فترات أمريكا نعطيك مثال للولايات المتحدة الأمريكية مثلا كانت فترة فترات هي صديقة الديمقراطية وتدعم في الديمقراطيات إذا تطلع شوي على ما يكتب فيه بعد سبتمبر 11 من سبتمبر شو اللي يقولوا للكونسيين يعني المستشارين للبيت الأبيض يقولوا لهم معناها الديمقراطية التي تدعم فيها نحن لم يكن حاجتنا حاجتنا بدولة قوية حاجتنا بدولة قوية على خطر هاكم تشوفوا يعني الدولة ضعيفة والكل خلات تثمى يعني انفيلتراسيون يعني اختراقات وخلات معناها أدت لما أدت إليه من هذا فولت عادوا النظر في مسألة دعم الديمقراطيات فولت المصلحة هي هذه الاتحاد اللي نحكي لك على الولايات المتحدة واقص عليه في كل الخارج لكن نفس الفترة رأت أنه لابد من دعم الديمقراطيات خاصة أنه الإرهابيين من نفذوا هاجمات حتى السبتمبر جاءوا من دول ديكتاتورية لذلك نعم كان في فترة فترات الناس كان في خطاب اللي إذا تحب معناها تقضي الانتدوت يعني الانتدوت متع الأكسترميزم متع التطرف هو الاعتدال فكلما كان هناك حكم معتدل وأحزاب معتدلة ومجتمع معتدل إلا وقوامنا به هي وجهة نظر لكن في وجهة أيضا يقول لك أعطيني أنا دولة قادرة يعني برياردلس يعني بقطع النظر شنه الأليات التي تستعملها تستعمل الأليات الاستبداد تستعمل الأليات ديمقراطية الإسانسيال بالنسبة لي اللي ثم دولة فيزا في بالنسبة لي قادر يتفاوض معها قادر يحمي لي مصالحي قادر الهجرة الشرعية والمصلحة الدولية الآن في وجود قيس سعيدة على رأس هذه السلطة ما ثماش دولة التي تتحكي على فيزا في دولة اليوم ما ثماش دولة ثم قيس سعيدة هو الدولة للأسف الشديد نعم لذلك تراهم يعني تشوف يبحث أنا نشوف اللي سمعت اللي الخارج أو المنتظم الدولي ما نقول لش أنا راضي أنا ما نحبش نستشهد به خطر بالنسبة لي أنا أعتمد على أولاد بلادي وبنات بلادي ونخبة بلادي وبالنسبة لي يبقى الخارج خطر إحنا ما نش عايشين في قرية وحدنا ما نش عايشين معزولين في نهاية المطاف في تفاعلات وكل شي لكن في نهاية المطاف المحدد هو العنصر الداخل راهو العنصر الداخل يا راهو الخارج إذا شافك أنت عندك بديل وعندك وضوح رؤية وعندك باش تصنع بديل الموجود ممكن ولكن العامة مؤثر إذا يمشي معاه نعم إذا يؤثر إلى حد ما اليوم الحوار مع الفمي ومع البنك مونديال يعني كان مفروض اشترطوا عليه موافقة الاتحاد لو اليوم سي عامر لو اليوم في اللحظة هذه بالسلطة الموجودة تو الاتحاد مثلا نوافق على شروط البنك الدولي والسندوق النقد الدولي فبش سيمضون والخارج سيمضي سيأعطي الضو الأخضر وتمضي والأمور تمشي عادي يعني فهمت كيفاش فأنا شنوه خلاصة كلامي خلاصة كلامي اللي الشعوب والمجتمعات علمتن التجارب البشرية اللي جهدك وبنائك انتي وأبناء الوطن والمواطنين هم اللي يصنعوا الفارق هم اللي يصنعوا الفارق كل ما ضعف ضعف في الداخل وضعف النخبة في الداخل وضعف البديل في الداخل كل ما زداد الخارج يدخلك أكثر فهو بشي الدخل ما زلت تشوفه يعني انتي دخل علاش يدخله هما اليوم في قرارنا وعلاش يدخله في كل شي لأنهم شافون السياس أضعاف المجتمع المدني ضعيف ما فهماش بديل فهذا هذا علمنا التاريخ اللي تقوى انتي سيادتك تقوى مش كلام السيادة عمرها مكان سيادة عمرها مكان يعني سمحني في الكلمة دققا دققا نحنك نعم السيادة مش كلام السيادة مش شعارات تتقوى انتي وتحط حكومة قوية وعندها بدائل وتخدم شعبك شعبك إذا تمثل شعبك وإذا هذاك هو يرجع يعطي قوتك شعبك وقدرتك على تمثيل شعبك وقدرتك على استجابة لمواطنين الموجودين في البلاد هذية هو اللي يمدك بالقوة عدا ذلك فلا قوة تلك وربنا سبحانه وتعالى قبل وبعد كل شي